موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا مشاهدي برنامج ناس وحراس في كل يوم نلتقيق من منطقة من مناطق القدس اليوم هذه الحلقة الخاصة من هنا من ساحات المسجد الأقصى المبارك الشعب الفلسطيني غريب عجيب يا أخي أربع ساعات معارك من الفجر حتى الساعة التاسعة والنصف بعدين بتهم الشباب بتقش المسجد الأقصى بتنظف السجاد بتخرج قادرات الاحتلال منه وبيجوا كل المصلين ستون ألف أدوا صلاة الجمعة والآن نحن بعد صلاة العصر الناس تستعد لجلب الفطور من باب حطة ومنحارة السعادية ومن الواد حتى يفتروا على مصاطب وفي أروقة المسجد الأقصى المبارك حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة دائما لكم من برنامج ناس وحراس الله يمسيكم بالخير نتعرف حضر طاق بكر هو أي دبابسي بكر دبابسي حياك الله حضر طاق وليدة بريدة يا ميت أهلا وسأل حدا من البدان وحدا من كسرة والبدان يا سلام عوادي البدان هلأ فيه لكم سؤال اليوم والله يمكن فطوركم اطلع حسابنا مش مشكلة بسيطة مش أحسابي أحساب برنامج ناس وحراس أهلا بكم أخو البرنامج هذا اسمه ناس وحراس للقدس ومحبين القدس وأهل القدس ومحبين الأقصى لأنه أنتوا كمان من ناسها وحراسها أهلا بكم يا أهلا بكم أين شارد؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام تقبل الله مننا ومنكم جميعا أبو إيش البركية أنا أبو خليل أبو خليل أبو خليل أهلا يا خليل خربشتونا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء هذا من الكرآن الكريم وبعدين ننقل على محطة تانية من أقولك يا نور يا نور يا نور عيني كيف كانت الأجواء اليوم؟ أجواء إيمانية بكل المعاني أجواء مشجعة أجواء إقبال الناس على المسجد الأقصى على بيتهم الكبير في داخل القدس المحتلة عاصمة فلسطين أحلى أجواء وأروع أجواء بعيشها الإنسان الفلسطيني ومن يفد إلينا مننا من الخليل طبعا ما لحنا صلاة الجمعة ضلينا ضلينا نستنى ساعة ونوص وأعطينا رقمنا لوحدة قالت إن بعد ساعة ارجعوا هاي رجعنا السؤال بيقول بده ذكها فأظن الإناث راح تجاوب والله أعلم مو مشكلة بلش فيهم معناته بلش فيهم السؤال بيقول تفضلي ياميت أهلا وسهلا بركي صحيح السؤال هو بسيط مش كتير يعني صعب هذا في ضفضع وقت في بير البير طوله 30 متر بده تطلع هالضفضع كل يوم بتمد 3 متر وبتوقع مترين بعد أكم من يوم بتصير بريتي البير 30 يوم 30 يوم هذا الجواب السهل للخطأ اعرفت أنا أنه رجالي مش راح يطلع بيدهم إشي أول إشي الضفضع كيف ده تطلع من بير 30 متر كيف ده تطلع ما فيش إمكاني من وين أنت؟ دير سامة الحروب عرفت قضى الخليل حي أكله الملفاك والملقاك ما بتقدر السؤال بيقول الضفضع وقع في البير والبير طوله 30 متر بدها تطلع كل يوم بتنط 3 متر وبتوقع مترين توقع مترين ما بتنط وأخاطرك السؤال بيقول هاي السؤال هالحين باخت لفطور حسابك والله العظيم بحطوا حسابك لفطور ما طلعت ما طلعت السؤال بيقول السؤال منطقي هذا كل يوم بتنط 3 متر وبتوقع مترين كل يوم كل يوم عمليا أكم متر بتطلع كيف بدأ تنط مترين؟ غريب الأمر بتنط عمّ انت لاش مجاك رفية؟ والله بتنط هاللي بتنط وترجعهم؟ لا بترجعهم مش بتنط ثلاثة وبترجع مترين يعني عمليا بتتنط طبع متر كل يوم بتطبع متر كل يوم مزلوط؟ لا قديش؟ السؤال بيقول اه ضفضع وقعد والله نطط احلفلك عمّنبي نطط ضفضع وقعد في البير البير طوله تلاتين متر تمام كل يوم بتنط ثلاثة وبتوقع واحد بعد اكمّن يوم بتصير تطلع ثلاثة وبتنزل واحد؟ يعني مترين تطلع لا بتطلع ثلاثة وبتوقع مترين اه بالظل يعني اكم متر بتطلع كل يوم؟ متر تمام بعد اكم يوم بتصير بريت البير حسبي الله هوني عمليون ما انتو قلت الجواب؟ ما هون تمانية وعشرين تمانية وعشرين ليش تمانية وعشرين يوم؟ عشان اخر يوم اللي هو سبعة وعشرين تكون ناطة ثلاثة مش متر. وين بتصير? بتصير في بره البيرس. مظبوط? مظبوط الجواب. صايم انت. يا علي رايحة الشريحة زي حلاتي. بدك شحن هالقيت. حمص وفلافي لفول. نتعرف عليك. محمد زين. اهلا وسهلا محمد زين. هدي من برنامج ناس وحراس. منقول لك مبروك عليك. وانت بدورك بتقدمها لمن ما بدك. يلا كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شرفتوا ونورتوا المسجد الأقصى. بيتكم التاني وبيتكم الأولاني. ان شاء الله دائماً بتضلي المسجد الأقصى عامر فيكم في حبابكم. امين يا رب العالمين. كل عام وانت بخير. السلام عليكم. هادي ضل اضرب فيها لقيت لها حد ما ارجع. مش مصدقة انه والله يا عمي بتموت تتفضع. طيب بنا نسأل سؤال احنا. والسؤال عليه جائزة بما انه جاي من الخليل. واذا ما جاوبتوش في فراش عطوة في عطوة. والله يسطر. احنا جاء جداً بمهيبها للاقصى كمانا. الله يرضى عنك دائماً وأبداً. السؤال بيقول اهلا وسهلا في الجميع. كل عام انتم بخير. رمضان كيف اجواء الحرم شايفينها؟ دائماً وأبداً الحمد لله. الله يرضى عليك. السؤال بيقول السؤال لنور. اللهم صلع سيدنا محمد. شو الفرق بين الفرض والواجب؟ ما الفرق بين الفرض والواجب؟ الواجب يعني زي صلاة انه واجب على كل مسلم. الصلاة واجبة ولا ايش؟ فرض فرض. الصلاة؟ اه فرض. صح ولا لا؟ الصلاة فرض. اه. طيب. الفرض يعني من وين اجا؟ من الله. من الله. عادي مش سامعك. ما شاء الله عنك. الله شاء الله عنك. وفي الحرم ويوم الجمعة ومصلي العصير. ويت 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 ويت. يا عم النساء شو بدك تسوي؟ ماشي الفرض من الله. اذا شو طب شو الواجب؟ اه الواجب زي ام. اذا بنا نعمل صدقة واجب على كل مسلم هيك يعني. الصدقة واجب والصلاة فرض. اه. ايهما اكثر الزاما للشخص؟ الفرض اه. الفرض. يعني مثلا طلع شاب من السجن. فرض ولا واجب نروح نسلم عليه؟ واجب. والله واجب يقترب من الفرض هو. واجب وهم ويقترب بالفعل كل المعين لمستوى الفرض يعني. نحن تحية لكل اسرانا ولكل جرحانا واسيراتنا وبطلاتنا منهم من المسجد الاقصى. ندعو الله ان يفرج همهم وان يطلق صراحهم. قولوا امين. والله ما اسمعتها منيح. امين. حتى لو صامين لازم يكون الصوت اعلى. امين. ايوه هيوه يا ما شاء الله ركب زميره هيوه. انت ركبتها. طيب. اذا الفرض من الله هو الواجب. من الناس. قد يكون من الله وقد يكون. من الناس. من الناس. جوابها صحيح. صحيح. صحيح ولا مش صحيح. صحيح. طب صافوها كافحامي اشو. يا نور برنامج ناس وحراس. وعشانك انت من حراس الاقصى اليوم بقدملك هاد الجائزة بقولك كل عام انت ابقى الف خير ورمضان كريم. كل عام انت ابقى الف خير ورمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليك. هذا هو الشعب الفلسطيني. لما بدك يا يقاوم مقاوم. لما بدك يا يصنع حياة بيصنع حياة. دخلوا طبشوا كسروا أشينا مسحنا صلوا الجمعة. وهي الناس بتتحضر الفطور. عايشين وموجودين شاء من شاء وأبى من أبى. هنا الناس التي عاهدت الله على أن يظلوا هنا باقون. ما دام الزيت والزعتر والزيتون من ساحات الأقصى مكمدين معكم ناس وحراس. نور الهدى. أهلا وسهلا. من وين يا نور؟ من بيت لحم. أهلا وسهلا. شو حكيتي؟ أنا بحكي لك أنه أنا متبعتك على قناة ليرموك. قديش عمرك أنت؟ عمره 12 سنة. طب يعني صبية بعمر الورد عمرها 12 سنة. شو بيعني لك برنامج ناس وحراس؟ ليس بتعود التفرج عليه؟ لأنه برنامج هادف وكمان أكتر إيش حبيته إنه يعني بتحكي مع كل الناس مش إنه مع شخص معين. وكمان يعني لأنه حلو والأسئلة التي تسألها برضو ممكن إنه نستفيد منها. منشوف القدس من خلاله؟ أه أه. أه؟ بتحبيه للبرنامج يعني؟ أه حلو كمان لأنه منشوف يعني القدس لأنه مش دائما إحنا منشوفها. فإنه بتكون إلينا فرصة إنه نشوف القدس. تحياتنا إليك ولكل مشاهدي برنامج ناس وحراس. وإن شاء الله كل الأعمار يعني بتشوف البرامج كلها الهادفة اللي فيها مقولة. وكمان اللي فيها طاقة وفيها بسمة. إحنا بنعطي طاقة للعالم. صحيح؟ أه صحيح. كل عام وانت بخير يا نو. وانت بخير. رمضان كريم علينا وعليكي. يعني نعطي علينا وعليكي. مراو حلو رح تفطري هون؟ لا رح نفطر هون ويمكن ننام لبكرة. بس بتنسينيش من الفطور. أعطيكي رقم تليفوني الأماني. بس إيش الفطور اليوم؟ تاتا عملت لنا منسف. شو هو؟ منسف. وبتقوليها هيك يعني تاتا عملت لنا منسف. ركز منسف. قولي تاتا ستصنع لنا منسف. تاتا صنعت لنا منسف. ستاتا عملت لنا منسف لكي نخلعه على المصطبي. خليكم معانا. نحن بيافة الناصر يعني نعتبر حالنا على جبل الناصر الفؤاني. من أهل وشهر. بنا نسأل هالسؤال. صد العمي. وهذا السؤال يعني عليه جائزة. بتاخدوها بتعطوها لحدا أنتو حرين. يعني هو السؤال له جائزة. برنامج ناس وحراس. السؤال بيقول الأرض العالية شو منسميها إحنا؟ مرتفع. مرتفع أو يقال جبل. طيب الأرض المنخفضة شو منسميها؟ السهل أو وادي. سهل أو ودي … ملخفض؟ ما نخفض. وادي أشي بالنسبة؟ السهل؟ إذا كان واطية %. وادي أ hive الإتفعف فالمنطقة العالية يسميها جبل والمنطقة المنخفضة يسميها وادي. طيب المنطقة المنبسطة شو هل نسميها؟ سهل. سهل؟ نعم. شو منسميها؟ مرج . أو مرج يعيني على مرج ابن عامر هو مرج وهو سهل ولكن لغويا في إلها اسم أدق حقيقة أنا بدي أعطيك ثلاث خيارات تختار لي واحد منهم هل نقول صعيد أم سهل أم مبسط سهل سهل مبسط مبسط وسهل صعيد من وين حضرتك يميت أهلا وسهلا تسمح أن نحكي معك عن إذنكم يا شباب السلام عليكم تعرف حضرتك كمان مرة جميل مطور أبو محمد سعيد الخليل يميت أهلا وسهلا تشرفنا من أين تجيت بعد الودان بشوي الله يعطيك العافية مبسوط به الأجواء الحمد لله كل شكل أمامه كويس والله الحمد لله حياك الله ميت أهلا وسهلا السؤال بيقول الأرض المرتفعة تسمى جبل الأرض المنخفضة تسمى واد أما الأرض المستوية فتسمى صعيد تسمى صعيد الأرض المنبسطة في اللغة العربية صعيد عنا جائزة للثلاثة مين فيكم بياخدها ولا من بيعطيها هذا البرنامج من ناس بحراس برنامج كرم يعطيكم ألف عافية رمضان كريم كل عام وتب خير 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 أنا قبل شوية شفتك وانت طالع من الأقصر بقول له زلمي بقول له من وين لابس هذا بقول لي لا من القدس قلت له إذا ما كانش من قضاء نابلس أنا خسران لك من وين حضرت لك؟ من قرية حوارة نابلس مروا أنا عودي حوارة يعني على كتب نابلس صحيح أهلا وسهلا أهلا بيك أنا كتير بعشق اللي بتمسك في تراثه في هويته هذا جزء من هويتنا أكيد هذا تراثنا هذا اللي بسنا لازم نعتز فيه يعني لازم نستمر أي رب أسرى يكون عنده تقي مثل هذا كنباز جاكيت عقلي ما نظل يا راجل لازم نستربس عقلي كنباز عشان يعود التراث هذا إحدى هوياتنا صحيح أهلا وسهلا بيك هياك في الأقصر الحمد لله رب العالمين من الله علينا اليوم وجينا من الصبحيات من الفجر صلينا في الأقصر وإن شاء الله من كيمة ترويح في الأقصر إن شاء الله وبعده هيك إن شاء الله من يتوكل على دور إن شاء الله رب العالمين يعني اتدمعش شو يعني لك أنك أنت موجود هون ما بين المسجد القبلي وقبة الصحة الأقصر في عروقنا الأقصر روحنا الأقصر بصراحة يعني الشعور بتحسش فيه يعني إلا بيجه هنا تايحيش فيه أنه شيف موجود شيف عايش يسدك أولادنا صغار نسان أطفالنا أما طبعا بتحصروا تيجوا هنا بتحصروا بس تيصروا لهنا وشتب نسبة لإن شهر رمضان هذا شهر يعني شهر بيستنى فيه يعني هذا فرصة عمرهم يجوا على الأقصر ويزورو حياك الله يعني الناس اللي بتشوفنا على الشاشات بتقول هل قد يعني تسأل واحد القدس الأقصر بتلاقي قلبه بخفو بتلاقي دموعه بتنزل مش عارفين قديش قيمة مصر رسولنا يا رهجين مصر رسولنا مصر المسلمين مصر رسولنا عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصر تجد الرحال إلى ثلاث المسجد الحرام والمسجد النبو والمسجد الأقصر رسولنا والصالب هذا أحكي حياك الله مئة أهلا وسلم يعني مع هالوجه الطيب مع هالوجه الطيب نقولكم أو جعوني إجري ننتقيكم دائما في برنامج ناس وحراس هؤلاء الناس الذين عاهدوا الله على أن يظلوا هنا باقون ما دام الزيت والزعتر والزيتون السلام عليكم ورحمة الله قلهم إلى اللقاء إلى اللقاء في الجمعة القادمة إن شاء الله إن شاء الله في الحلقة القادمة بكرة كل يوم من منطقة من القدس من زقاق من بيت من حارة من حي من كل أحياء المدينة السلام عليكم اشتركوا في القناة